الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم مدارسة الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى ونحن في وقفات مع الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب مع الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث إنما الأعمال بالنيات وكنا في الحصة الماضية في سياق ذكر بعض فضائل النية فكنا في آخر ما قلنا أنها سبب لتفاوت الثواب والأجور ومن فضائل النية أنها السبب في قابول العمل أو رده ومن فضائلها كذلك أن الإنسان بنيته ينال أجر العامل إذا كان صادقا في نيته فإنه ينال أجر العامل وقد دل على هذا الأصل القرآن والسنة أما القرآن فقد قال سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا مارض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيم فهذا لفضل نيته وقصده والآية المذكورة آنفة هي آية من صورة النساء وقد جاءت في سياق الحديث عن الهجرة قال سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى قال العلماء مراغما أي متزحزحا عما هو فيه من الضيق وسعى أي سعى في الرزق فتوح من رب العالمين ثم قال بعدها قال سبحانه بعدها ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أي قاصدا وجه الله عز وجل قاصدا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدركه الموت أي يموت ويتوفاه الله عز وجل قبل أن يصل إلى الأرض التي يبتغيها قبل أن يصل إلى المدينة هذا هاجر من مكة إلى المدينة هاجر من مكة لا يعلم أن الموت سيدركه ولكن الموت أدركه في الطريق قال تعالى فقد وقع أجره على الله لماذا؟ بسبب نيته وبسبب صدقه وبعض أهل التفسير يذكر هنا قصة ويجعلها من أسباب نزول الآلة رجل من أهل مكة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبقي هذا الرجل في مكة ولكن لم يطق تحمل برودة الكفر في مكة وهو يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم للبلاد للدعوة إلى الإسلام لم يتحمل برودة الكفر وكان مسنا فقرر أن يهاجر ومرأ الطريق الذي بين مكة والمدينة وما فيه من حر النهار وقر الليل علم معنى الهجرة في ذلك الزمن هاجر هذا الرجل وهو في الطريق جاءته سكرة الموت قبل أن يصل إلى المدينة هذا مهاجر خرج إلى الله ورسوله أدركه الموت قبل أن يصل إلى مبتغاه ماذا فعل هذا الرجل سبحان الله العظيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ضرب كفا بكف وقال يا رب هذه بيعة لك وهذه بيعة لنبيك قالوا فأنزل الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فالنية ما أنه لم يصل إلى مبتغاه لكنه قصد أن يصل فأعطاه الله عز وجل أجر الهجرة وهو الجواد الكريم فهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى كذلك من فضائل النية أنها تصير العادة عبادة أنها تصير العادة عبادة كيف قال بعض أهل السلوك عادات أهل اليقظة عبادات وعبادات أهل الغفلة عادات الناس قسمان أهل يقظة وهم من عرفوا الله عز وجل وعبدوه وكانت قلوبهم حية وأهل غفلة وهم موت القلوب لأن القلوب على ثلاثة أصناف قلب ميت فيه نور خالص وهذا عزيز عفوا قلب حي فيه نور خالص وهذا عزيز في الناس قلب ميت فيه ظلمة خالصة وقلب مريض فيه حياة وموت فيه نور وظلمة أهل اليقظة هم أهل القلوب الحية أعظم الحياة حياة القلب وأكثر الناس لا يعون من معاني الحياة من معاني الحياة إلا حياة الأبدان فأهل اليقظة سيروا عاداتهم بنياتهم عبادات يأكل لا ليأكل يأكل ليتقوى على الطاعة ليتقوى على عبادة الله عز وجل لينصر دين الله تعالى ليأمر بالمعروف لينهى عن المنكر ينام لا لينام النوم عادة ولكن هو يسيره بنيته عبادة ينام وينوي بنومه أن يستيقظ باكرا ليصلي صلاة الفجر أو يستيقظ باكرا ليصلي ركعتين قبل الفجر أو يقوم ما تيسر ما يسر الله له من القيام وينوي أن ينصر دين الله عز وجل فينوي بنومه التقوي على رضى الله سبحانه وتعالى فيؤجر على نومته كما يؤجر على قومته يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يمارس الرياضة لا ليظهر مفاتن عضلاته ليظهر قوة عضلاته يمارس الرياضة ليتقوى بها على طاعة الله عز وجل يتعلم السباحة ليتقوى بها على طاعة الله تعالى وإلى ما معنى أن يجري الإنسان ألاف كيلومترات أو مئة كيلومترات في حياته ولا يقدر على أن يقف لله تعالى خمس دقائق في الليل ما معنى هذا لهذا المسلم حتى برياضته ينوي أن يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا يؤجر على عادته كما يؤجر على عبادته في حين عبادات أهل عبادات أهل الغفلة عادت صلاتهم حركات رياضية لأنه يصلي لأنه تعود على الصلاة فليس له ذوق في العبادة ما معنى هذا؟ يعني يصلي لأن الناس يصلون أو يصلي لأنه تعود على الصلاة لا يستحذر نية التقرب إلى الله عز وجل لهذا ربما كثير من الناس لا ينسبغ بأثار العبادة يصلي ولا يظهر عليه أثار للصلاة ما أن الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهو لا تنهى فالمشكلة ليست في الصلاة وإن المشكلة في صلاته أو في نيته وقصده كان بعض السلف إذا ركع إذا ركع حطت عليه الطيور تظنه غصنا من السكينة ومن القنوط لله سبحانه وتعالى هؤلاء استحذروا عظم العبادات فصارت عبادتهم في أعلى الدرجات واستحذروا النية في العادات فصارت عاداتهم عبادات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم أين نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحفظنا وأحفظ بلادنا من كل سوء سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف تحقيق أستطاع ما تحقيق أستطاع شكرا